ومن أهم طرق الاستعانة الدعاء فتعالوا نديعي أن ربنا سبحانه وتعالى يخد بأدنا ويفك أسرنا من سيطرة أي شيء إلا حب ربنا سبحانه وتعالى فاللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبينا محمد يا رب نطمع في عطائك أن توسع علينا بالمعاني التي أنزلتها على عبادك المخلصين وأوليائك المحبين يا صاحب المدد نتجه إليك لتحمينا من الشيطان وشركه ومن هوى أنفسنا لتتم سعادتنا فننجو يوم القيامة من سوء أعمالنا يا من توليت عبادك بالحفظ وألقيت العزيمة في قلوبهم فك أسرنا من شياطيننا واجعلنا من الأبرار المحسنين واجعلنا معك يا رب في جميع أمورنا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر